في كتير طرق وسط الحياة تاموا فيها ناس وطرق تبان مفروشة وارد وتنتي بألم ودي لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح أصل المسيح هو الحياة هو الطريق الطريق المترجم للقناة المترجم للقناة الحلقة سابقة في الأصحاحات الخامسة الأولى من هذه الرسالة نصل في حلقة اليوم إلى الأصحاح الخامس والعدد الحادي عشر وسأبدأ القراءة من الأصحاح الخامس العدد الحادي عشر وسأستمر في القراءة حتى الأصحاح السادس العدد الثاني عشر يعني هبدأ القراءة من خمسة حداشر وهنتهي بستة اتنشر سنبدأ بنهاية الأصحاح الخامس وأول اتناشر آية في الأصحاح السادس حبائي بعدما نقرأ على مسمع ومرأة من حضراتكم الكلمة المقدسة هبدأ أخوض في تأملات حلقة اليوم اللي هنضعها تحت عنوان التحذير من الارتداد التحذير من الارتداد وبنعمة الرب هحاول أعمل مراجعة سريعة للحلقات السابقة وبنعمة الرب هنمر على آيات حلقة اليوم آية آية بدءا من الآية 11 في الأصحاح الخامس حتى نهاية العدد الثاني عشر من الأصحاح السادس دعونا نتابع القراءة المقدسة معا الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الخامس بدءا من العدد الحادي عشر الذي من جهته الكلام كثير عندنا وعسر التفسير لننطق به إذ قد صرتم متباطئ المسامع لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءت أقوال الله وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل وأما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر الأصح السادس لذلك ونحن تاركون كلام بداءة المسيح لنتقدم إلى الكمال غير وضعين أيضا أساس التوبة من الأعمال الميتة والإيمان بالله تعليم المعموديات ووضع الأياد قيامة الأموات والدينونة الأبدية وهذا سنفعله إن أذن الله لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه لأن أرضا قد شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرا وأنتجت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم تنال بركة من الله ولكن إن أخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها للحريق ولكننا قد تيقن من جهتكم أيها الأحباء أمورا أفضل ومختصة بالخلاص وإن كنا نتكلم هكذا لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم ولكننا نشتهي أن كل واحد منكم يظهر هذا الاكتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية لكي لا تكونوا مطابطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والآنات يرثون الموعيد آمين قرأت على مسمع ومرأة من حضراتكم الجزء الأخير من الأصحة الخامس والمكون من أربع آيات 11 و 12 و 13 و 14 وبعدها قرأت الجزء الأول من الأصحة السادس والمكون من 12 آية وبالتالي يبقى عدد الآيات اللي هنتأمل فيها النهاردة 16 آية هذا الجزء عبارة عن جملة اعتراضية يعني إيه جملة اعتراضية كاتب الرسالة إلى العبرانين قدم تعاليم سامية لسيما وأنه يتحدث عن سمو ربنا يسوع المسيح عن كل ما يفتخر به العبراني اليهودي فقدم لنا الرب يسوع المسيح كمن هو أعظم من الأنبياء وكمن هو أعظم من الملائكة هو أعظم من موسى أعظم من يشوع أعظم من هارون فهو أعظم من الكل وهو يتحدث عن أمور سامية عظيمة في هذه الرسالة كان بيتوقف كاتب الرسالة عن حديثه السامي الراقي ليقدم تحذير لهؤلاء العبرانين عمل كده كاتب الرسالة خمس مرات خمس مرات يتوقف الكاتب عن حديثه ثم يقدم تحذير هذه المرة هي المرة الثالثة من خمس مرات توقف فيها كاتب الرسالة عن حديثه وقدم جملة اعتراضية وبعدين يعود مرة أخرى إلى حديثه فلو اقتطعنا هذا الجزء الاعتراضي وأرينا ما قبله ثم بدأنا نقرأ ما بعده هتلقى المعنى بيستقيم تماما بمعنى أنه الكاتب بيتوقف عن حديثه ثم يقدم تحذيرا ثم ببساطة إنجاز التعبير أول بيمسك الخيط مرة أخرى خيط الحديث الذي سبق وابتدأ فيه ليكمله على سبيل المثال في آخر آية قبل قراءتنا اليوم كانت خمسة حداشر خمسة عشر الرسالة إلى العبرانين الله صحه الخامس العدد العاشر آل كاتب الرسالة مدعوا من الله رئيسة كهنة على ردة ملكي صادق يبقى آخر تعبير آل ملكي صادق ثم فتح قوسي وضع بينهم جملة اعتراضية ومش معنى جملة يعني جملة واحدة لكن جملة معناها فكرة قد تأخذ بعض الآيات أو دائما هنشوف هنا أقدت أصححين تقريبا بقية الأصح الخامس وكل الأصح السادس ويعود مرة أخرى ليستكمل ما بدأه فآخر تعبير قاله في أصح خمسة الآية عشر ملكي صادق لو شفنا بقى أصح سبعة بعد ما بينتهي التحذير أول آية يقولها في أصح سبعة الآية واحد لأن ملكي صادق هذا يعني إيه بقى بيتكلم تاني عن ملكي صادق مسك الخط مرة أخرى وبيستكمل حديثه فلو حبينا نقرأ من خمسة عشر وننتقل مباشرة لسبعة واحد هنلقى الكلام بيستقيم مية واحدة موضوع واحد عن ملكي صادق ما بين بداية الحديث عن ملكي صادق في أصح خمسة الآية عشر ثم استكمال الحديث عن ملكي صادق في أصح سبعة الآية واحد بين قوسين قدم كاتب الرسالة إلى العبرانيين تحذيراً والموضوع ده عملوا خمس مرات في هذه الرسالة على سبيل المثال قدم تحذيراً في الأصحاح الثاني تحذير وإنذار من رفض المسيح في أصحاح اثنين في أصحاح الثلاثة قدم تحذيراً ثانياً التحذير من عدم الإيمان وهنا في الأصح الخامس يقدم تحذيراً ثالثاً التحذير من الارتداد بإذن علينا يا حبائي ونحن نستمع دائماً إلى أقوال الله علينا أن نتحذر لألا نكون زي ما هنشوف متباطئ المسامع متباطئ المسامع يعني غير متفاعلين مع الكلمة أو بلغة يعقوب في رسالته سامعين غير عاملين همر مع حضراتكم الآن على هذا الجزء اللي بين قوصين في هذه الرسالة وهو التحذير الثالث وسنضعه تحت عنوان التحذير من الارتداد وطبعاً التعبير الارتداد حاجة بترتد يعني بتعود إلى الوراء التعبير ده تعبير كتابي بيشمل أكثر من معنى فشخص يرتد عن الله الحي يعود مرة أخرى إلى العالم شخص يرتد عن خدمته مثل ديماس وفيه فترة اسمها فترة الارتداد الارتداد العلني عندما يستعلن الأثيم وده هتبقى فترة في الضيقة العظيمة وتكلم عنها الرسول بوليس وهو بيخاطب التسالونيكيين في الرسالة الثانية عموماً أنا مش هتكلم تفصيلياً عن أنواع الارتداد المختلف لأنك قال كتب الرسالة للعبرانين لسنا من الارتداد للهلاك بل من الإيمان لاقتناء النفس إلا أنا هعمله النهاردة همر مع حضراتكم على الآيات موضوع تأملنا وسأقدم بنعمة الرب بعض الأفكار الهامة في هذه الآيات نبدأ أولاً بالآية 11 الذي من جهته الكلام كثير عندنا وعسر التفسير لننطق به إذ قد صرتم متباطئ المسامة كاتب الرسالة بيقول الذي من جهته من جهة ربنا يسوع المسيح كمن هو على ردبة ملك صادق الكلام اللي سبق وابتدأوا في الجزء السابق وإذ كملة ربنا يسوع المسيح كملة بالقيامة من الأموات وإذ كملة صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي مدعواً من الله رئيس كهنة على ردبة ملك صادق وقبل ما يخد في التفصيلات توقف وقال الذي من جهته الكلام كثير عندنا يبقى إذن كاتب الرسالة عنده كلام كتير مش هيقولوا ليه قال لعدة أسباب الأمر الأول عسر التفسير لننطق به وهنا نقدر نقول أنه في أجزاء في كلمة الله عسرة التفسير وده تحتاج إلى رجال الله الموهوبين الدارسين لكلمة الله علشان يقدروا يفسروا لنا هذه الأجزاء العسرة زي ما قال لو تفتكروا في قصة الخصي الحبشي مع المبشر في لوبوس في لوبوس سأل الوزير وزير المالية الحبشي وقال له لعلك تفهم ما أنت تقرأ الوزير في اتضاع شديد وفي أذب جم رده قال كيف أفهم إن لم يرشدني أحد إحنا بنحتاج إلى مرشد دراسة كلمة الله تحتاج إلى معلم في كلمة الله كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات بيشبه رجلا رب بيت يخرجه من كنزيه جددا وعتقا كاتب الرسالة الرسالة العبرانين مش قادر يتكلم عن الكلام الكثير اللي عنده لأنه عسر التفسير اللي ينطق به مش بس كده عندهم هما مشكلة أكبر إذ قد صرتم متباطئ المسامع متباطئ المسامع مش معناها ما بيسمعوش لكن بيسمعوا ومش بيتفاعلوا مع ما يسمعوا زي ما قال الرب اللي تلميذيه عمواز هو بيتكلم معاهم قال لهم أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان متباطئ القلوب وهنا متباطئ المسامع نفس المعنى وعلى فكرة الرب يسوع شخصيا استخدم نفس الأسلوب اللي استخدمه كاتب الرسالة إلى العبرانين في يحنى 16 في حديث العلية وهو بيتكلم مع التلميذ في يحنى 16 الآية 12 قال ربنا يسوع المسيح إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن يبقى الرب له المجد في حديثه المطول مع التلميذ قبل الصليب مباشرة في العلية قال لهم لي أمور كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعوا أن تحتملوا لا تستطيعون أن تحتملوا الآن ليه لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد ولكن قال الرب وأما متى جاء ذاك الروح الحقي فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية لأن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم نفس الكلام الذي من جهته الكلام كثير عندنا كاتب الرسالة للعبرانين عنده كلام كتير الرب له كل المجد عنده كلام كتير عايز يقوله للتلاميذ الرب ما قالش الكلام للتلاميذ لأنهم ما كانوش هيقدروا يستوعبوا لأن الروح القدس لم يكن قد أعطيها بعد وكاتب الرسالة للعبرانين مش قادر يقول كل اللي عنده برضو لأنهم الكلام عسر التفسير لننطق به وهم العبرانين صاروا متباطئ المسامة ماذا عنا نحن الآن مقارنة بالتلاميذ في يحن 16 نحن لنا امتياز أن الروح القدس يسكن فينا الآن وعندما أقول فينا أقصد كل من آمن إيمانا قلبيا حقيقيا بالرب يسوع المسيح إذ آمنتم قتمتم بروح الموعد القدوس وبالتالي طالما الروح القدس ساكن فينا يأقد مما له ويخبرنا نقدر بنعمة الرب نقترب إلى الأجزاء العسرة التفسير ونقدر بنعمة الرب نتعلمها نفهمها ويبقى قلبنا مش متباطئ مش متباطئ المسامع في عبرانين خمسة ومش بطيئة القلوب في الإيمان لوأة 24 مثلة المذايع مواس لكن بنعمة الرب يبقى قلبنا ملتهبا فينا إذن عزيز المشاهد الكريم الفكرة الأولى في حلقة اليوم أن هناك كلام كثير في كلمة الله عسر الفهم لكن شكرا للرب عن روح القدس الساكن فينا يقدر يفسل لنا هذه الأجزاء الصعبة لكن علينا أولا أن نعود إلى المرشدين معلموا كلمة الله وفي نفس الوقت لما بنسمع نبقى مش متباطئ المسامع ومتباطئ القلوب في الإيمان لكن نبقى سامعين عاملين بالكلم ننتقل للآية الحديث عشر الآية الثانية عشر لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءت أقوال الله إيه معنى الآيات دي لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان سمعت مؤخرا تفسير لهذه الآية قال المفسر لأنكم كان يجب أن تكونوا معلمين لأنه كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان واحد بيقول أنه شخص كان مفروض يبقى مدرس رياضيات ماذ بسبب طول الزمان كان مفروض يبقى مدرس رياضيات تخيلوا معي شخص كبير في السن تعلم حاجات كتيرة كان المفروض المتوقع ليه أنه يبقى مدرس رياضيات ماذ لكن محتاج حد يرجع يقول له أساسيات الماذ يقول واحد زائد واحد يساوي اثنين يبدأ يعلمه الجمع وبعد ما يخلص الجمع يعلمه حاجة أصعب من الجمع الطرح وبعد الجمع والطرح يعلمه الضرب وبعد ما يعلمه الجمع والطرح والضرب القسمة وبعدين يعلمه حاجات في الجبر والهندسة ويبدأ يعلمه حاجات أكبر لكن هو بحتاج أساسيات أركان بداءت أقوال الله كان من مفترض بسبب طول الزمان يبقى معلم يبقى مدرس رياضيات لكن للأسف الشديد يحتاج إلى أن يعلمه أحد أركان أساسيات بداءت أقوال الله هأركز في هذا الآية على أقوال الله أحبائي الكتاب المقدس هو أقوال الله ولازم نعرف أن كل الكتاب هو موح به من الله أشارككم بثلاثة آيات يرد فيها التعبير أقوال الله فمثلا في أعمال الرسل الأصح السابع في أعمال سبعة والآية رقم تمانية وتلاتين تعالوا بينا نتابع معا ما يقوله الروح القدس في أعمال سبعة الآية الثمانية وتلاتين يقول هذا هو كلام عن موسى هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء ومع أبائنا الذي أي موسى قبل أقوالا حية ليعطينا إياها أقوالا شكلها إيه أقوالا حية ما معنى أقوالا حية أقوال حية لأنها صادرة من الله الحي وأقوال حية لأن موسى لما كتب هذه الأقوال كتبها تقريبا من 1600 سنة قبل الميلاد وإحنا وإحنا دلوقتي فيما يقرب من 2000 سنة بعد الميلاد إذن سبق وكتب الكتاب المقدس بدأت كتابته من حوالي 3600 سنة 3600 قرن من الزمان ومذالت الأقوال حية ليه؟ لأنها أقوال الله نحن نقدم لكم الآن أقوالا حية رغم أن الرسالة إلى العبرانين كتبها كاتبها منذ حوالي 2000 عام لكن ونحن نتأمل فيها كأنها كتبت لنا اليوم لماذا؟ لأنها أقوالا حية عزيز المشاهد الكريم وأنت تستمع إلى أقوال الله لابد أن تدرك أنها أقوال الله الحي وبالتالي هي أقوالا حية وده برضو اللي موجود في الرسالة إلى العبرانين لما بيتكلم في الأصحح الرابع عن كلمة الله سبق وتأمننا في هذا الجزء يقول كتاب عن كلمة الله في أصحح أربعة الآية 12 لأن كلمة الله حية وفعالة وأنضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته وليست خليقة غير ظاهرة قدامه بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذاك الذي معه أمرنا لكن الجزء المهم لأن كلمة الله حية أقوالا حية أيضا عزيز المشاهد الكريم نشوف نفس التعبيرات الأقوال الحية في رسالة روميا أصحح ثلاثة رسالة بوليس الرسول إلى أهل روميا أصحح ثلاثة الآية اتنين يقول الكتاب نقرأ من الآية الأولى للفائدة إذن ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختام كثير على كل وجه أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله يقصد اليهود استؤمنوا على أقوال الله ما ذلت أبحث عن التعبير أقوال الله أيضا في رسالة الرسول بطرس في رسالة الأولى الأصح الرابع والعدد الحادي عشر قال الرسول بطرس هذه الأقوال الشهيرة بطرس الأولى أربعة أحداشر إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله والهدف لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح عايز الله يتمجد في كل شيء هيتمجد بواسطة يسوع المسيح وفي نفس الوقت ده من خلال أقوال الله الحية أعتقد يا عزيز المشاهد الكريم أنا شخصيا وأنا أقدم كلمة الله الحية الآن أشعر باستمتاع خاص ليه؟ لأن الكتاب كله مترابط معا نشوف الرسالة العبرانين وبنربطها برسالة روميا ورسالة بطرس الرسول الأولى وأرينة من إنجيل يوحنة وأعمال الرسل الكتاب المقدس كله كتلة واحدة كتاب واحد هو مكون من 66 كتاب لكن الحقيقة كل الكتاب هو موح به من الله مبارك اسم الرب إلى الآبد إذن عزيز المشاهد الكريم آل كاتب الرسالة في الآية 11 الذي من جهته الكلام كثير عندنا وعسر التفسير لننطق به إذ قد صرتم متباطئ المسامع لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءت أقوال الله وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل أصعب جزء في الآية دي كلام البر يعني إيه كلام البر لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل تكلم في الأول عن كلام البر ماذا يقصد بكلام البر عشان نفهم الآية دي كلام البر ممكن نرجع لرسالة روميا الأصح الأول والعدد السابع عشر رسالة بوليس الرسول إلى أهل روميا الأصح الأول والعدد السابع عشر بيتكلم عن الكتاب المقدس لأني من الآية 16 روميا واحد 16 لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للقلاص لكل من يؤمن لليهودي أولا ثم لليوناني لأن فيه أي في الإنجيل معلن بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى في الإنجيل معلن بر الله كيف نحصل على هذا البر بالإيمان ماذا يؤدي هذا البر يؤدي إلى حياة الإيمان نحصل عليه بالإيمان إيمان الخلاص يقود إلى حياة البر الإيمان إيمان الثقة لأن فيه في الإنجيل معلن بر الله بإيمان لإيمان لأنه مكتوب أو كما هو مكتوب لأن أما البار فبالإيمان يحيى مبارك اسم الرب إلى الأبد ده بيتكلم عن كلام البر في نفس الرسالة أصح 9 والآية 31 يستطرد الرسول بوليس ويتكلم في روميا 9 و 31 ولكن إسرائيل يقصد الشعب الأرضي وهو يسعى في أثر نموس البر يعني عايز يصل إلى البر من خلال حاجة اسمها أثر نموس يعني عايز يمشي وراء آثار خط سير بيقتفي أو ماشي وراء النموس علشان يقوده إلى البر طبعا مش هينفع مش هيتبرر بهذه الطريقة يقول الكتاب روميا 9 و 31 ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر نموس البر لم يدرك نموس البر وده منطق وده طبيعي مش هينفع بأعمال النموس لن يتبرر أحد وبالتالي كل الشعب وهو يسعى إلى أثر البر مش هيوصله أثر نموس البر لم يدرك نموس البر لماذا؟ بوليس اللي بيسأل ويقول لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال النموس فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة كما هو مكتوب هأنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرات وكل من يؤمن به لا يخزى إذن عزائي المشاهدين اللي عايز يستمتع ببر الله بيسوع طريق الوحيد لهذا البر هو الإيمان لو تلاحظوا التعبيرات كلها اللي بيقدمها الكاتب هنا تحذيرات بيحذرهم من أنهم يبقوا مطموطئ المسامع بيحذرهم من أنهم بسبب طول الزمان بدلا من أن يكونوا معلمين يحتاجوا إلى أن يعلمهم أحد ما هي أركان بدأت أقوال الله بيحذرهم أنهم صاروا محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي وبيقول أنتم عديمي الخبرة في كلام البر لأن كل من يتناول اللبن هو عديم القبرة في كلام البر لأنه طفل وطبعا مش مقصود الطفل هنا في حالة البراءة لكن المقصود الطفل هنا في الإدراك البسيط فبيتحدث هنا عن الطفل من الناحية السلبية لما بيقول أنكم كونوا أولاد لا تكونوا أولاد في أذهانكم كونوا أولادا في الشر يعني يعني خلي خبرتك في الشر كخبر الطفل ما يعرفش ليش داعي تجرب ويبقى ليك خبرة في الشر كونوا أولادا في الشر لكن في نفس الوقت لا تكونوا أولادا في أذهانكم هكذا حذر الرسول بوليس المؤمنين في كورينثوس بعدين ننتقل للآية رقم 14 ويقول وأما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمر قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر الحقيقة الآية دي تستحق بمفردها عظة كاملة آية واحدة عبرانين 5-14 لكنها تستحق الكثير والكثير فعليا أشعر أن هذه الآية تستحق أن يفرد لها حلقة خاصة لكن الوقت لن يسع لأننا نفرد ونخصص حلقة لكل آية وبالتالي الدراسة للرسالة العبرانين هتخذ مننا سنين لكن الآية دي بتقول وأما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر أنا شخصيا لو عايز هبدأ أتأمل في الآية دي هأسمها أول حاجة الطعام القوي في حاجة اسمه الطعام القوي طعام القوي كلمة الله لكن طعام قوي يقدم لمين للبالغين الناضجين وبالتالي يبقى فيه طعام قوي وفيه لبن وفي نفس الوقت للبالغين البالغين هنا معناها مش السن مش الإيج لكن الماتيورتي النضوج الرب له وكل المجد كله أقواله صالحة لكن فيها مستويين يمكن للتوضيح أقول تفتكروا لما الرب له وكل المجد زار إبراهيم زمان ومعا تنين من الملائكة تفتكروا الوليمة اللي عملها إبراهيم للرب والملايكة أنتو عارفين طبعا أنه دبح عجل رخص وجيد ويخلى سارة تعجن ثلاث كيلات دقيقا سميذا أي فخرا مع العجل المسمن ده حطت قدام الضيوف حكتين حطت قدام الضيوف مع العجل حطت معاه كمان لبن واحد يستغرب يعني إيه علاقة أنه يقدم لبن لبن مع العجل وهنا نرى أقوال الله قدام الضيوف مستويين من الأطعام لو واحد يحب يأكل أكل خفيف ومش يأخذ على أكل دسم قدامه لبن لو معاه حتى طفل صغير أو حتى حفيد ومش هينفع أن أكله من العجل لكن أكله من اللبن لكن في ذات الوقت لو عندنا شخص بالغ كامل النضج قوي شاب بفراعان شبابه على طول هيدخل على العجل ويأكل من الطعام القوي عزيز المشاهد الكريم أقوال الله فيها طعام قوي للبالغين وفي لبن وصفه الكتاب لعديم الخبرة في كلام البر يا طار يا طار وطبعا لما كان الكاتب هنا بيكلم العبرانيين بيقول لهم أنتوا عايزين بقى ترجعوا تاني للرموز بتاعة العهد القديم الرموز الله عايز يسكن وسط شعبه بيكلمهم عن التجسد فبيقدم التجسد في صورة عملية خيمة بين الخيان لكن في العهد الجديد الكلمة صار جسدا وحل بيننا حل يعني نصب خيمته فإحنا خلاص مش محتاجين هذه الخيمة الأرضية علشان نقترب إلى الله لأن الله نفسه جاء وسكن في وسطنا عما نقول الله معنا فاليهود كانوا عايزين يرجعوا تاني للظلال للرموز لأبجاديات الحياة الروحية لكن هنا الكاتب عايزة يدفعهم إلى الأمام أو بمعنى أدق إلى الكمال وده لنشوفه في أصحاح ستة أعلق على هذه الآية مرة أخرى الطعام القوي شفنا الطعام القوي شفنا اللبن لعديم الخبرة شفنا البالغين الناضجين وطبعا للأسف هنشوف الأطفال القاصرين الذين بسبب التمرن حلو أو التدريب التمرن قد صارت لهم الحواس قصة الحواس الروحية مدربة على التمييز بين الخير والشر ممكن مؤمن تبقى الحواس بتاعته مش مدربة صمويل النبي لما الله دعاه دعاه وسمع الصوت ورحل عالي ومرة تاني دعاه وسمع الصوت ورحل عالي ومرة تالتة دعاه وسمع الصوت وعالي قال له خلاص يا ابني لو سمعت الصوت ما تجليش تاني قلتكلم يا رب فلسه صمويل لأنه طفل ما عندوش هذه الحواس المدربة عالي رغم ظروفه ومشاكله بسبب خبرته كان عنده حواس مدربة قدر يميز عزيز المشاهد الكريم بنفس الطريقة الرب عايز يدربنا علشان يبقى عندنا حواس مدربة على التمييز بين الخير والشر ناس كتير الايام دي مش قادر يتميز بين الخير والشر الفاصل بين الخير والشر للأسف الشديد بقي فيه خلط شديد مع ان الكتاب اتكلم بوضوح شديد في سفر اشعياء عن خطر الخلط بين الخير والشر شوفوا حضراتكم لو عدنا الى سفر اشعياء يقول عن الخطر الشديد للناس اللي بيعملوه علشان يحطوا يعني ما بيميزوش بين الخير والشر ايه شهيرة اشعياء خمسة عشرين ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شر يقولوا على الشر خير يعني مثلا تكلم عن امريكا نورث امريكا عموما يعيشوا اتنين رجل وامرأة شاب وشابة يعيشوا مع بعض عيشة الازواج وهم مش متزوجين فالناس لما ده ايه ده ده مين دي فيقول دي دي صداقة دي صديقتي فالزنا يسموه صداقة فطبعا هنا بقى قالوا على الشر خير يسموه الخطية حاجة كلمة حلوة صداقة وطبعا فيه ناس تاني يوصفوا الشر ويقولوا عنه خير فمثلا لو شخص عصبي حاد المزاج عنيف سمى الكتاب ضراب يعني ممكن يميد ايده ويغلط في اللي قدامه تكلم هنا عن الشرق الاوسط اكتر هنا ممنوع في امريكا تضرب طفل ممنوع تصوتك على زوجتك فالشرق الاوسط بنشوف للأسف تجاوزات بسبب الثقافة اللي بيعيشوا فيها احباءنا في الشرق الاوسط فنسأل رجل ايه اللي انت بتعمله ده ليه بتضرب اولادك بهذه الطريقة العنيفة ليه مرات بتنفعل هذا الانفعال الغير مبرر على زوجتك يقول رجولة رجولة يتخيل يقول على الشر خير طبعا الامر يحتاج الى تمييز وده طبعا عايز حواس مدربة وعايز تمرن وعايز ادراك هشارككم ببعض الايات اللي بتتكلم عن هذا النمو فمثلا في كورنسوس الاولى اصحاح 14 الرسول بوليس وبيكتب للمؤمنين في كورنسوس في رسالته الاولى اصح 14 والاية رقم 20 بيتكلم عن هذا الامر ويقول ايها الاخوة لا تكونوا اولادا في اذهانكم بل كونوا اولادا في الشر واما في الاذهان فكونوا كاملين خلي خبرتك في الشر خبر الطفل لكن خلي ادراكك ادراك شخص بالغ بنفس الطريقة اتكلم الرسول بوليس للمؤمنين في فيليبي في اصح 3 الاية 15 وقال في فيليبي 3 15 فليفتكروا فليفتكروا كمال الاذراك فليفتكروا هذا جميع الكاملين منا وان افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا ايضا بيتكلم هنا عن كمال الاذراك ماذا الرسول بيحض المؤمنين في فيليبي على انهم يبقوا عندهم هذا الاذراك أيضا في رسالة أفاسوس أصحى 4 الآية 13 يقول الرسول بوليس في أفاسوس 4 13 إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل يا سلام على التعبير الغريب ده إنسان كامل ما يركبوش على بعض إنسان مشوب بالضعفات ومليء بالنقصات لكن ينفع يبقى إنسان كامل تخيلوا إلى إنسان كامل إلى قياس قامة من المسيح لكي لا تكونوا فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكرن إلى مكيدة الضلال فكل الآيات اللي سبق وقلتها سواء في كورنسوس الأولى 14 20 أو في فليبي 3 15 أو في أفاسوس 4 13 كل هذه الآيات بتتكلم عن إزاي تنضب وإزاي تتحول من طفل إلى رجل لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أفطن وكطفل كنت أفتكر لكن لما صرت رجلا أبطلتو ما للطفل ربي يدينا ونتفاعل مع هذا التحذير ونتفاعل ما نبقاش متباطئ المسامة ما نبقاش بسبب طول الزمان كان يجب أن نكون معلمين لكن لسبب طول الزمان للأسف تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوى لله للأسف محتاجين إلى اللبن لا إلى الطعام القوي ليه؟ لأنه كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل وأما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمر قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر في بداية الأصحي السادس بيقول كاتب الرسالة لذلك ونحن تاركون كلام بداءة المسيح لنتقدم إلى الكمال يعني إيه الكلام ده؟ يعني ببساطة شديدة ننتقل من الرمز إلى الحقيقة واحد معاه صورة لشخص غايب وبيبصوا في الصورة ويتذكر هذا الحبيب الصديق الغايب لكن لما يحضر ويبقى قدامه بلحمه ودمه هو مش محتاج الصورة مش معقول مثلا حد من أقاربي أم مثلا ابنها مسافر فتبصوا في صورته وتقول له حشتني يا ابني وتكلم الصورة وتعبر عن مشاعر بتتفاعل مع ورقة لكن لما يحضر ابنها قدامها خلاص بقى مش محتاجة تطلع من جبها الصورة قدامها الأصل بنفس الطريقة ونحن تاركون كلام بداءة المسيح الضلال والرموز وذبائح العهد القديم اللي كانت رمز وظل للخيرات العتيدة الخيرات القادمة لذلك ونحن تاركون كلام بداءة المسيح لنتقدم إلى الكمال يعني إيه لنتقدم إلى الكمال كلمة الكمال هنا ليس معناها الكمال المطلق الخاص بالله مش معناها كده فنبدأ بنوع من أنواع الكمال كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل هو كامل كمال مطلق لله وحده في نوع تاني من الكمال اللي هو الكمال النسبي كونوا كاملين كمال نسبي للمؤمنين برضو التعبير هنا لنتقدم إلى الكمال مش معناه كمال السلوك الكمال النسبي وحتى مش المقصود هنا كمال الإدراك زي في لبي تلاتة ليفتكر هذا جميع الكاملين مننا مش الكمال في الفكر ليس المقصود هنا الكمال المطلق الخاص بالله ولا الكمال النسبي الخاص بالمؤمنين ولا كمال الإدراك الخاص بالناضجين لكن التعبير هنا فريد من نوعه لنتقدم إلى الكمال إلى عمل المسيح على الصليب الكامل الحديث هنا لنتقدم إلى الكمال كمال عمل المسيح لأجلنا على الصليب هذا هو المعنى الحقيقي والدقيق لهذه الآية عبرانين ستة واحد لنتقدم إلى الكمال إلى عمل المسيح الكامل على الصليب لأجل خلاصنا خلاص أبدي تام نهائي وبعدين يقول جزء صعب جدا من أصعب أجزاء الرسالة غير وضعين أيضا أساس التوبة من الأعمال الميتة الإيمان بالله تعليم المعموديات وضع الأيادي قيامة الأموات والدينون الأبدية قدم ستة أمور ولما يقول غير وضعين أساس التوبة من مش معناها أنه بيرفض هذه الأمور الستة لكن بيقول مش هينفع نرجع نحط أساس تاني واحد مثلا بيبني عمارة ناطحة سحاب وحط أساس وابتدى مثلا في بناء الدور الأول والدور التاني والدور التالت مثلا هو كان حاطت خطة يبني عمارة فيها نقول إيه مثلا خلينا نقول مش لازم ناطحة سحاب خلينا نقول 11 دور فهيبني عمارة فيها 11 طابق حط الأساس المناسب وبعد ما حط الأساس بنت دور الأول والتاني والتالت وبعدين قامت في دماغ صاحب المكان فكرة غريبة عايز بيسموها كده بالبلد يرمي الأساس عايز يعمل أساس جديد طبعا ده كلام لا يعقل منفعش ترجع تحط أساس تاني لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع الذي هو المسيح ويقول للرسول وبيخاطب المؤمنين في أفاسوس مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه هو حجر الزاوية وما دولة بقى عايزين يحطوا أساس جديد بس مش المسيح عايزين يحطوا أعمال ميتة الأعمال في حد ذاتها كويسة أعمال خير لكنها ميتة لأنها صادرة من شخص ميت تكونتم قبلا أموات بالضروب والخطايا ولأنها تقدم لإله حي فهي أعمال ميتة مش وحشة لكن ما تنفعش تكون أساس لأنها أعمال ميتة الإيمان بالله الإيمان بالله التعبير حلو لو قلت لأي حد في ميدان عام في القاهرة أتؤمن بالله يقول لك ونعم بالله الإيمان بالله جميل لكن الإيمان بالله هنا بالانفصال عن عمل المسيح على الصليب ده مش أساس سليم للتوبة كونك تؤمن بالله فقط دون أن تؤمن بعمل ابنه على الصليب هذا الأساس غير كافي على الإطلاق للتوبة الأساس التالي التعليم المعموديات والمقصود هنا مش الغسلات اليهودية المرتبطة بالماء زي المرحضة لا التعليم المعموديات المعموديات يحنى المعموديات الخاصة بالتوبة لكن مش المعموديات المسيحية اللي هي وعمدوهم باسم الآب والإب والروح القدس تعليم المعموديات لكن مش من آمن وعتمد خالص ده موضوع تاني خالص وبالتالي ده أساس خاطئ للتوبة ووضع الآياد وضع الآياد مش غلط وضع الآياد معناها مصادقة مصادقة من مؤمنين متقدمين على خدمة شخص فمثلا هكتفي بقراءة مرات في أعمال الرسل في وضع آياد فالفكرة نفسها الكاتب هنا مش بيرفض وضع الآياد لكن بيقول ان ده مش أساس سليم كافي للتوبة فمثلا في أعمال الرسل أصح تمانية الآية رقم أربعتاشر في أعمال تمانية الآية أربعتاشر يقول الكتاب ولما سمع الرسل الذين في أرشالين أن السامرة قد قبلت كلمة الله وطبعا السامرة مش معناها البلد لكن الناس اللي في السامرة أرسلوا إليهم بطرس ويوحن الذين لما نزلا صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع حينئذ وضعا الآياد عليهم فقبلوا الروح القدس فطبعا وضع الآياد مش غلط لكن مش هينفع ترجع تحط أساس تاني غير الأساس اللي هو عمل المسيح على الصليب وتكتفي بوضع الأيدي أيضا نفس الكلام من الآية في أعمال الرسل أصحح 19 الآية 6 يقول الكتاب ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون وكان جميع الرجال نحو إثني عشر فكاتب العبرانين بيحذر من العودة إلى الوراء والاعتماد على هذه الأسس مش هقول أسس خاطئة لكن هقول ما تنفعش تحط أساس تاني من هذه الأسس وترفض عمل المسيح على الصليب مشكلة الناس دول ايه مشكلة الناس دول انهم رفضوا عمل المسيح على الصليب عملوا الكافي الكامل وبدأوا يعتمدوا على هذه الأسس الست الأعمال الميت الإيمان بالله تعليم المعموديات وضع الأياد قيامة الأموات وبرضو قيامة الأموات مش غلط عندنا في العهد القديم في عدد ليس بقليل ماتوا وقاموا ابن أرملة ابن أرملة صرفة صيدون وفي نفس الوقت ابن المرأة الشنامية وعندنا الشخص اللي أقامه أليشع من الأموات اللي كان بيدفن في قبره ثلاث مرات في إقامة موتة في العهد القديم عندنا في العهد الجديد خمس مرات إقامة موتة الرب أقام ثلاثة من البشر لكن لما تيجي مثلا تؤمن بقيامة الأموات لكن لا تؤمن بموت المسيح على الصليب وقيمته وعمله الكامي ده لأسف مش هيبقى أساس كافي للتوبة والدينون الأبدية إدراكك إن فيه دينون أبدية برضو ليس أساسا كافيان وبقى الرسول بوليس بعد كده قال أو الكاتب هنا كتب الرسالة قال وهذا سنفعله إن أذن الله قبل ما أتوقف عن إن أذن الله وهذا سنفعله إن أذن الله هقول إنه هؤلاء اللي رفضوا عمل المسيح كأساس للتوبة واعتمدوا على هذه الأسس الست هذه الأسس الستة الخطئة الغير كافية دولة بقى لأن الذين استنيروا مرة استنيروا جاية من الاستنارة الفكرية عرفوا عرفوا معرفة الحق عرفوها فكريا استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية ذاق لكن ما شربش واحد بيقدم لك مشروب أنت ما تشفتوش قبل كده مشروب غريب اللي زار من حضراتكم بلاد النوبة كورما يرحبوا بيك يقدموا لك مشروب غريب أفتكر أنا لما روحت أخدم هناك وأول مرة قدموا لي مشروب اسمه أنا فاكره لغاية دلوقتي اسمه حرجل أول ما روحت اسمه غريب طعمه غريب فأول مرة دقته وسبته أنا كده ما شربتش أنا دقت لكن ما شربتش دولة ذاقوا الموهبة السماوية لكن ما شربوش ما استمتعوش ما نزلتش في حشاءهم متغيروا صاروا شركاء الروح القدس يعني شافوا معجزات يجريها الرسل بواسطة وقوة الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة ذاق لكن ما ما استمتعش ما أكلش داء بس ما عجبوش وقوات الدهر الآتي التعبير قوات الدهر الآتي الدهر الآتي المقصود بيه ملك المسيح القادم ملك المسيح السعيد الملك الألفي ملك الألف تبقى فيه معجزات العم يبصرون الخرص يتكلمون العرج يطفرون العم يبصرون موت يقومون دي قوات هتحصل مستقبلا قوات معجزات يعني هتحصل في الدهر الآتي الدهر الآتي الملك السعيد الملك الألف لكن هما داءوا حاجات زي اللي هتحصل في المستقبل وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة يعني إيه سقطوا مش معناها سقطوا في قطية لا يمكن تجديدهم الناس بتقرى الآية دي وتفهمها غلط ولك غلط يبقى مش ممكن يتجدد ولا يتوب مش سقطوا يعني أخطأوا وقعوا في قطية لا سقطوا يعني ارتدوا عن المسيح وذهبوا إلى نموس العهد القديم يعني بدلا من أن يؤمن بعمل المسيح على الصليب لما يغلط لا سقط يعني سقط يعني راح جاب خروف جاب جدي معزة جاب زوجي حمام فرخي يمام ورايح للكاهن علشان الكاهن يقدم ذبيح عنه سقط عاد مرة أخرى إلى نموس العاد إلى إلى أساس خاطئ ده كان رمز لأن احنا قدامنا الكامل سقطوا سقطوا يعني عادوا مرة أخرى إلى أعمال النموس علشان يتبرروا بيها عزيز المشاهد الكريم ما ينفعش على الإطلاق إنسان الآن يرفض عمل المسيح على الصليب من خلال دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية ويروح يجيب ذبيحة دموية ويتبحر عشان يكفر بدم هذه الذبيحة عن خطياء ده اسمه سقوط ارتداد تحذير من الارتداد من الارتداد عن عمل المسيح على الصليب وهو هنا الكمال لنتقدم إلى الكمال عمل المسيح الكامل على الصليب ويرجع تاني بقى للوراء يرتد دولة بقى لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة طالما هم ما زالوا في الوضع ده طالما هم في الوضع ده رفضوا عمل المسيح على الصليب وبيرجعوا لأعمال النموس لا يمكن يعني الحقيقة كلمة لا يمكن دي ممكن تتقال بطريقة لا يمكن لا يمكن لا يمكن ابدا تجديدهم ايضا للتوبة اذ هم يصلبون لانفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه التعبير ده معناه ايه مش معناه بيكرروا عمل المسيح على الصليب يعني بيغلطوا نفس الغلطة اللي غلطوها الاباء لما صلبوا المسيح بيعملوا اضع جريمة في الوجود يصلبون لانفسهم ابن الله ثانية يعني بيعملوا جريمة تعادل جريمة اليهود عندما صلبوا المسيح جريمة ويشهرونه بوليس كاتب رسالة للعبرانين وطبعا زي ما خدت في الحلقات السابقة الكاتب مش معروف على الاطلاق ما نقدرش نعرف من هو كاتب الرسالة الى العبرانين في احتمالات كثيرة لشخصيات عديدة لكن في النهاية هنعرف من هو الكاتب في الابدية لكننا نعرف من الان من هو الكاتب الحقيقي هو الروح القدس لكن الروح القدس يستخدم مين ده يبقى سر هذا السر لن يعلن سوى في الابدية لذلك اباء الكنيسة اجتمعوا قالوا من القرن التاني الميلادي كاتب رسالة العبرانين لا يعلم من هو من هو كاتبها الا الله وحده طبعا في كتب ومجلدات وافكار كثيرة يعني مكاتب كتبت او كتب تملأ مكاتب كتبت عن من هو الكاتب لكن في النهاية مفيش وصول لحل من هو الكاتب لكن نقدر نقول عنه بطريقة يعني unknown author يعني نقول كاتب الرسالة العبرانين دون ان نذكر اسماء قال كاتب الرسالة وهذا سنفعله ان ازن الله حلو او التعبير ان ازن الله تعود دايما قبل ما تعمل حاجة تقول كده ان ازن ان ازن الله اكتف بقراءة ايتين عن ان ازن الله في كرونسوس الاولى الصح 16 الاية 7 يقول الكتاب لاني لسته اريد بوليس بيقول في كرونسوس الاولى 16 سبعة لاني لسته اريد الان ان اراكم في العبور لاني ارجو ان امكث عندكم زمانا ان ازن الرب ان ازن الرب حلو اوي يبقى شعرك في الحياة ان ازن الرب لكن للأسف في عقوب الصح 4 منشوف الناس بتقول ايه في عقوب 4 15 هالأمة الآن من الآية 12 و13 هالأمة الآن ايها القائلون نذهب اليوم او غدا الى هذه المدينة او تلك وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح بخططه هما ضمنين المستقبل انتم الذين لا تعرفون امر الغد لانه ما هي حياتكم نهى بخار يظهر قليلا ثم يضمح العوض ان تقول ان شاء الرب وعشنا نفعل هذا او ذاك واما الآن فانكم تفتخرون في تعظمكم كل افتخار مثل هذا ردي ان شاء الرب وعشنا حلو او انك قبل ما تخطط اي تخطيط تقول ان اذن الرب ان اذن الله ان شاء الرب شوفوا في اعمال في عبرانين 6 ان اذن الله في كرونسوس الاولى 16 ان اذن الرب في عقوب 4 ان اذن الله ان شاء الرب وعشنا حلو او انك تقدم مشيئة الله دائما لانك انت متعرفش ايه ماذا يخبئ لك الغد لكن لست اعلم ما قد يكون في غدي لا اعلم لا اعلم لكنني يا ضامني اعلم انك معي وانك بي تعتني مهما يكون في غدي في ختام التأملات بيقول كاتب الرسالة لان ارضا قد شربت المطر الاتي عليها مرارا كثيرا وانتجت عشبا صالحا للذين فلحت من اجلهم تنال بركة من الرب الكلام الجميل ده ارض شربت المطر الاتي عليها مرارا كثيرا وانتجت عشبا صالحا للذين فلحت من اجلهم تنال بركة من الله حلو ارض ربنا بيبعت لها من السامة مطر شربوا والنتيجة تنتج عشبا صالحا للذين فلحت من اجلهم تنالوا بركة من الرب الكلام الرائع ده نلقى جزء منه في تثنية 11 1 في سفر التثنية اصحاح 11 الاية الاولى فاحبب الرب الهك واحفظ حقوقه وفرائضه واحكامه ووصياه كل الايام واعلموا اليوم اني لستو اريد بينكم الذين لم يعرفوا ولا رأوا تأديب الرب الهكم عظمته ويده الشديدة وذراعه الرفيعة واياته وصنائعه التي عملها في مصر وهيبدأ بقى يتكلم عن الميا وامور جميلة جدا جدا ممكن نلقاها عن الارض اللي شربت المطر الاتي عليها لكن بعد كده على العكس تماما يقدم الكاتب تحذير ولكن ولكن دي استدراك اللي يجي بعدها عكس اللي قبلها ولكن ان اخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها للحريق الكلام ده الكاتب هنا بيخاطب اليهود هم عارفين ان الكلام ده ممكن يبقى لي علاقة بتاثنية تسعة وعشرين ويقصد بيها ما حدث في مدن الدائرة ارض سدوم وعمورة والمدن التي حولها سفر التاثنية اصح تسعة وعشرين الاية تلاتة وعشرين يقول الكتاب كبريت وملح كل ارضها حريق لا تزرع ولا تنبت ولا يطلع فيها عشب ماء كانقلاب سدوم وعمورة وادمة وصبويم التي قلبها الرب بغضبه وصخطه الكلام ده الكاتب هنا بيقدمه لانه فاهم انه بيخاطب عبرانين عندهم فكرة عن تاريخ اليهود عزيز المشاهد الكريم اكتفي بهذا القدر في حلقة اليوم من هذه التحذرات اللي اخر كلمة فيها الحريق الحريق احذر عزيز المشاهد الكريم في ايام نوح كان فيه ماء اغرق الارض لكن الحريق القادم مش هيبقى غريق لكن هيبقى حريق نار لا تطفأ دود لا يموت بحيرة متقدة بالنار والكبريت عزيز المشاهد الكريم احذرك من خطر الارتداد عن الله الحي وعن عمل المسيح الكامل على الصليب والاتكال على اعمال وصفها الكتاب انها ميتة لكن نصيحة لك هو ما قاله بولس وسيلة لسجان فليبي امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك والى اللقاء في حلقة اخرى قادمة من سلسلة دراستنا الى الرسالة الى العبرانين الرب معكم اشتركوا في القناة في كتير طرق وسط الحياة تاموا فيها ناس وطرق تبان مفروشة وارد كانت انت بقلم ودي لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح اصل المسيح هو الحياة هو الطريق